السلام عليكم ورحمة الله بشكل عام نتحدث اليوم عن ال-categories of verbs راح نبدي بال-intensive وال-extensive أول نوع أو أول تصنيف من أنواع الفعل ما يسمى بال-intensive وال-extensive سنتعرف عن هذه الفعلين ونأخذ عن ذلك أولا نبدأ بال-intensive verb ال-intensive verb الاسم آخر يسمونه linking verb اللي هي نفسها أفعال الربط أو مرات الاسم ثالث يسمونه be popular verb أيضا اسم ثالث إذن ثلاث أسماء نفس النوع there's one which is used to describe its subject إذن يستخدم لكي يصف فاعله يستخدم حتى يوصف الفاعل مالته يسمونه ال-intensive طيب من هي ال-intensive verb طبعا ال-intensive verb هي كثيرة أحددكم إياهم طبعا هاي مجموعة من ال-intensive verb اللي هي نفسها linking verb هذي اللي بالأصفر ال-is وال-are وال-am وال-was وال-where وال-been smell sound اللي هي نفسها linking verb تريد تتعرف عليها أكثر يعني بشكل مختصر هي أفعال الربط ومجموعة أخرى من الأفعال التي تصف الفاعل من أقول على سبيل المثال هو سعيد إذن ال-he is ال-is هنا فعل ربط وصفة الفاعل اللي هو ال-he من أقول أحمد looks happy يبدو أحمد سعيد لأنه ال-looks هنا وصفة الفاعل أحمد ووضحت النيابة أنه أحمد سعيد هذا هو ال-intensive طيب نجي على ال-extensive طبعا ال-extensive verb هو الفعل اللي خلي نقوله علي يعني يعني عكس ال-intensive إحنا عدنا بالإنجليزية نوعين من الفعل مجموعة اسمها intensive وأخذناها ومجموعة أخرى extensive يعني بعبارة أخرى شلون تعرف نوع الفعل هو intensive أما extensive اتباو على الفعل هل هذا الفعل هل هذا الفعل من أفعال الربط إن كان نعم فنقول له intensive إذا ما كان من أن ضمن ال-intensive راح نقول علي extensive راح نقول علي extensive مرة أخرى ال-intensive مجموعة من الأفعال اللي هي تسمى ب-linking verb أفعال الربط وهي اللي بالأصفر is our arm was well وإذا تحب تأخذ مجموعة أكثر من عندها تقدر تكتب على الجوجل تبحث تكتب intensive verb أو تكتب linking verb راح يطلع لك مجموعة من الأفعال حاول تحفظهم وتذاكرهم يعني وهذا الأفعال هي linking verb أو intensive verb ضدها أو عكسها الباقي يسمى ب-extensive الباقي أو المجموعة الأخرى تسمى ب-extensive هذا عدنا تمرين تمرين هذا عليكم تحلوا لي يا أنتو هذا ترقيمة نحله راح أحللكم من عنده واحد حتى يبقى الخمسة عليكم ماري مت the president مت هذا الفعل هل هذا الفعل موجود من ضمن أفعال الربط؟ هل موجود من هذه الأفعال؟ جوابنا لا غير موجود إذن الفعل الأول راح نقول عليه extensive ليش؟ لأنه ما موجود من ضمن ال-intensive هذا هو المقصود بال-intensive وال-extensive خاف يجي بنا سؤال ما هو الفرق ما بين ال-intensive وال-extensive نكتب تعريف مالته وننطع لي مثلا لا أكثر ولا أقل بس هذا تعريف ال-intensive وهذا تعريف ال-extensive وأمثلة على كل حالة فقط